تحية طيبة كل متابعين مثل ما يشعون هذا مطور ماء رح نقرأ المواصفات مالته هذا مطور المي التغذية مالته 220 فوق 50 هرتز كيلو واط 55% القوة الحصانية 0.75 يعني 1 حصان هذا المطور محروق المكثف ماله 15 مايقر وفراد هسه الملف مالته محروق رح نبدي وياكم خطوة خطوة مراحل اللف طريقة القطع نحتاج الى قلم قطع نحتاج الى مطرقة هسه رح نبدي بالقطع مالته الطريقة مالته كلاتي هذا هو القطع مالته تلاحظ القطع مالته لازم يكون للنهاية ومن القلم مالته اذا دخل لا تخليه يوصل للحافة النهائية والدق لانه احتمال ينكسر عندك هذا طريقة مالته كل السهلة تخليه بزاوية تقريبا 45 والدقه بحذر من تصل للنهاية تقل للدقه مالته تقل ضربه مالته لدخل ليوصل القلم للحافة الخارجية رح نكمل قطع وننواصل وياكم هنا كملنا القطع مالته نلاحظ ترتيب المجاري مالته اول شي نحسب المجاري مالته اما 24 او 20 فخلنجي نحسب هسه المناية نبدي من هذا المكان من هذا الخط واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثونية تسع عشرة ستعلم هسه الاربعه وحدثة سبعة وعشين بحضر اذن ها اربعة وعشين مجارة نجي نشوف الطريقة اللفمات هاي الملفات البدئ ولي ورا ملفات الرنينج الملفات الاستارت ماخذة اثنين منها وثنيين منها جهة ايضا ثنيين منها اذا راح تترك اربعة منها واربعة منها للملفات البدئ والباقي راح يحتلن هي ملفات التشغيل هسه راح نستخرج السيليك ماتة عندك طريقين اما هاي الطريقة اذا طلع عندك طلع اذا ما طلع بحس هذا راح يطلع بحس هذا راح يطلع بسهولة او اذا ما طلع عندك مثلا بهاي الطريقة تجيب اي برغي هالشكل وتضرب هنا ايه بالشاكوج ابل مطرقة نجي نضرب هنا هالشكل راح ينطرق السين للخل ونطلع بهاي الطريقة فانت حسب السيم اذا عندك طلع بسهولة خلي طلع واذا ما طلع اتطلع بالبرغي راح نطلع الاسلاك ونكمل هنا اول ما راح نبدي باللف راح نسوي القالب مالتنا القالب مالتنا راح يصير بين الاولى والتاسعة يعني بين واحد وبين التاسع نجي نحسب نشوف العدد مالتنا صحيح لو لا اه اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة اذا بين الواحد والتاسع راح يكون القالب محيط بالعوازن لو شوفوها محيطة بالعوازن فاني هالسلاك فيها تدخالة الاولى العدد مالتنا سبعين اه قياس مالتنا صفر اه صفر خمسة وخمسين قيش اربعة وعشرين فراح نجي نقعدها بهاي الطريقة لحظ كل السهلة القاعدة مالتها نجي الغطاء مالتها العازل راح نسويه الشكل فهاي الطريقة ونقعدها هنا هاي عندنا الخانة الاولى نتأكد دائما من الخانة الاولى صح لو غلط حتى ما نغلط عندنا اه بالعدد نجي نحسب اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اه ثمانية اذا هاي التاس عمالتنا الفوق اه تقدر في هاي الطريقة تقعدة تقدر تقلب المعطور تخليه وين علقاه هالشكل حتى شنوة تشتغل صحيح هنا يتدخل مجموعة مجموعة تقدر هنا يهس كنت عدي راح اجي نخلي الغطاء عليها هاي الخانة الاولى اجي ارتب النار قياس ما لي هالشكل زيان نجي نتأكد مرة ثانية دائما نتأكد من الخطوة الاولى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمانة تسعة اذا هاي راح نجي نكمل هسه نفس القالب معنا هاذ الميزة الحلوة بهذا الطريقة اللف القالب واحد على كل المعطور يشتغل راح اجي كميل واحد ثلاثة اربعة حسل ستة هسه كميل السبعين عده نفس القالب قلنا اه مكانة راح يصير نتقدم خطوة منا وخطوة منا خطوة منا وخطوة منا راح اجي قاعد بس ي هعدل السيموتي الشكل اجي اقاعد هنا احضب منا اجي احضب اجي 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 ايضا راح اتقدم هناك خطوة منا احضر ملتا احضر ملتا احضر ملتا احضر ملتا احضر ملتا خطوة الامام من ناير خطوة الامام من ناكر هذي الشكل طريقة هاي طبعا كل السهلة خصوصا للناس المبتدئين ما يحتاج لا قالب ولا كل شي يعني يقدر يلفه في المنزل هسه كما لدينا القطب الاول لاحظش قد الترك واحد اثنين ثلاثة اربعة هذاني ملفات البدئ المطول لدينا بها الطريقة البداية وين راح تكون عليها هاي البداية ماتي والنهاية بعيدة السمنردة كملي ش راح يسوي اول شي الملفات السق هوية هذا يعني البداية الملف راح تكون ويها هذا وراح تمشي الشكل ش راح يصير عندنا راح ينترك الفراغ هنا اربعة اللي مقابل هاي الاربعة هاي الخطوة الاولى نفس الاعداد ونفس القلب راح اكمل وياكل مرحلة اولا حتى تكون هاي مهمة بالنسبة لكم هاي المرحلة كلش مهمة لاحظ علي اول شي انا اقدر اتحكم بالسيم يعني اقدر اطول واقصر بالبداية مالته هذي احنا كنا نلف وكنا نقعد هاي الشكل يعني البداية تكون عليها والنهاية من ناكل هسا بطريقة اللف الاربعة الجايات راح كلها يكون النهاية يعني اللي رايحة للبكرة تكون بالتجاهي لاحظ هسا وراح اقعد هاي راح اقعدها بالخانة الملاصقة الملاصقة للملف هاي ملاحظة مهمة زيان ليش خليناه هناية هسا راح نشوفها نقعد الخانة وشوفكم شنو اللي راح يصير هاي هسا هناية راح اجي راح اجي راح سبش قد تسعة يعني بكل احوار راح اترك ثلاثة من ناية فها راح تكون هناية الخانة اقدر اقلب المطار هالشكل واشتغلب راحتي لان بعد ادي ثلاث خانات معناته فها اقدر بدون حساب اقعدها هسا هسا ها قعدناها راح نجي نخلي البطاء ماتر نحافظ على اسلاك كلها تكون داخل المجرى ضروري ما نخلي ايسلك خارج المجرى ودائما يكون الاسلاك كلها داخل المجارى لاحظ بسه بدون مجرم اشقط ترك واحد اثنين وتلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ترك السبعة عشرينة ورح يتقدم هذا هنا واحد اثنين ثلاثة رح ينترك جد عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة هنا رح يتقدم واحد اثنين ثلاثة اذا انترست المجاري كلها وتركنا اربعة بالنصف رح اكملوا ياكم الخانة الثانية حتى تعرفون تكملتها شرح السيط لاحظ ان هاي الخانة مالثنين هاي اللي راح البكرة راح اقلبها هالشكل اقلبها بالعكس هالشكل وادخلها هون بالخانة الثانية اللي راح تيجي بعدها بهاي الطريقة لاحظ بالخانة الثانية رح يمشي البدايات والنهايات لانه اذا اختلفت عندك رح ما يشتغل الماطور اتقعدها الخانة تطلع النصف من عندها الجوة اجي اقعدها هنا اتقعدها اكملنا ملفات الرنينج اه طلعت المخارج ماتي راح نجي على ملفات الستارت راح نجي اه ناخد قالب واحد دعش واحد واثمعش يعني واحد دعش ويعبر النوب على واحد واثمعش فالقالب ماتر راح يكون بها الصورة من ناية الى هذا السيم لاحظ هالشكل لفاتيكم اوني خانة حضرتها اختصارا للزمن شوفوا راح اقعدها دائما البداية تكون عليها والنهاية تكون بعيدة عني هذا اه صفر اربعين هسه قعدنا الخانة الاولى مثلما تشوفوها تركنا مجال للخانة الثانية راح اصطيل قدامها راح نبدي اللف نفس القالب نفس 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 أخبرنا نفس 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 لاحظة العملية مو صعبة ابدا مجرد تعويض شوية شوية تتعوضون عليها اهم شي ما تخلسين خارج العوازل كله ينحضن داخل العوازل هسه هاي يجي عدلها راح اصير هاي الخانة قدامها ونفس الطريقة راح نقلبها هسه الجهة الثانية القطب الثاني نفس الطريقة الاولية استقدمناها بالرينج هسه راح الفلكم اياها وكمل وياكم هسه كيما لعدنا القطب الاول هذا ما كملنا القطب الاول اهم مرحلة بالقطب الثاني لاحظ النهاية وين تكون لي راحة البكرة بعيدة عليها راح اجي اقلبها بالجهة الثانية هالشكل عليها يعني النهاية صارت عليها راح اجي تقعد هنا بالخانة الملاصقة للستارت نفس الفكرة مات للرينج باوع الشكل قعدت هسه هنايا بالحالة بقتلنا خانة واحدة للخانة الجاية للستارت باوع بقتلنا خانة واحدة اجي من النايا راح اقعدها باوع خانة ايضا تبقالي خانة واحدة للستارت هاي طريقة كل السهلة باللف بس تابعوا اياها خطوة خطوة واقعدنا حوالي 240 فيديو عن كل طرق لف الماطورات والمعالجة وتبديل الشبنة والبشارة تقدر تتعلم وتشتغب البيت لاحظ هسه بقتلي خانة واحدة راح تعبر هنا وهنا راح اكمل هسه هسه نجي على المرحلة الاخيرة ايضا قلنا هاي النهاية الراحل البكرة اجي اقلبها باتجاهي الشكل واجي اقعد بالخانة الاخيرة هذي هنا راح اكمل تقعيدتها وشوفكم الصورة النهاية بعد ما تم بندجته نجي نشغل نحاول نشغل الماطور نلاحظ الروتر والاستياتري الطابق مية بالمية راح نشغله ونشوفكم الامبير مالتا هنا شغلناه بالمناسبة لقينا المكثف مالتا اه اطنعش اطنعش الامبير مالتا كهرباء مئتين وخمسة الامبير مالا ستة بالعشرة فاللف مالي ناجح مية بالمية والمعطار مرتاح وتحياتي ايكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة